يمكن أنا كما اعتدت من عبد المنعم إمام بصداقة وزمالة ورفقة ومزمالة كمان في البرلمان دائما يا منعم عندك أفكار ودائما عندك تصورات وواضحة جدا ومباشرة جدا النهاردة أنا بسأل عبد المنعم إمام رئيس حزب العدل وعضو مجلس النواب أنت رؤية الحزب ورؤيتك كنائب لمسألة تطوير الوضع الاقتصادي في مصر بالتأكيد الحزب لديها رؤيته وأنت رئيسه عشان اقتصاد أكثر تنافسي ومن الوارد أنك تسمع أمور في المؤتمر تعجبك ومن الوارد أنك تسمع حاجات ما تعجبكش وده طبيعي يعني أنت كحزب وانت كعبد المنعم عايزين إيه من هذا المؤتمر طيب بداية يعني المؤتمر لما أعلن عنه في الأول حصل حالة لابس أنه أنت عندك حوار وطني ومؤتمر اقتصادي وإيه الفارق بينهم وأنا أول ما شفت ده أنا شايف أنه المؤتمر الاقتصادي هو بش أول مرة يتعمل الحم نتكلم عن نسخة الرابعة تقريباً وفي الآخر أنت أمام أزمة الأزمة دي محتاجة منك أفكار جديدة ومحتاجة منك جذب استثمارات جديدة وبالتالي أنا كنت متفاهم أنه أنه الحكومة لما بتعمل مؤتمر اقتصادي فهي بتخاطب العالم بتخاطب المستثمرين إحنا إيه خططنا المشاريع اللي ما تروحها عندنا إزاي تقدروا تيجوا إيه الجديد عندنا يعني مثلاً النهاردة أنا حضرت الورشة المتعلقة بالصندوق السيادي الصندوق السيادي كان من سنتين لسه معمول عد عليه سنتين فابتدت في مشروعات جديدة فالنهاردة بيطرح بيقول هو عنده إيه أو بيفكر إزاي وبالتالي هو مجال مهم لفكرة إنه الحكومة النهاردة عندها إيه لكن إذا بنتكلم عن مدى متوسط ومدى طويل فده المنتظر النقاش حواليه داخل بقى جلسات الحوار الوطني وفي المحور الاقتصادي وما يتعلق بيه بشكل مفصل وبالتالي أنا من الناس اللي شايف إنه مهم إنه يكون فيه هذا الأمر واستمراره ودايممته مهم لأنك بتخاطب فيه العالم وتخاطب فيه الاستثمار اللي أنت محتاج يجي من الخارج وتحميل المؤتمر بفكرة إنه بقى ليه مفوش اختلاف وجهات نظر وبتاع ده محله في الحوار الوطني يمكن عشان كده مثلا مجلس أمناء الحوار الوطني ومقرر اللي جان حضروا وأرسلوا عدد من الأسئلة وأنا كنت شايف ده حاجة إيجابية وإحنا النهاردة بنسمع وجهات نظر الحكومة لكن لو بتسألني عن وجهات نظري أنا رأي إنه إحنا منطلقين في رؤيتنا الاقتصادية على أولا الوقوف على أسباب المشكلة هي فين المشكلة إيه اللي عامل الصداع المزمن في الاقتصاد المصري إحنا عندنا رأي إنه أحد الأسباب الكبيرة هو الإصلاح الإداري والهيكلي وتأخر مصر بلد بها ما يتجاوز والرقم ده أنت هيبقى مزعج جدا بالنسبة لك الخمسين ألف قانون ساري هذه القوانين العديدة والمتعددة وحجم الهيئات وحجم المراكز وحجم وحادات الجهاز الإداري والوزارات وشركات قطاع الأعمال وغيرها ومراكز البحث وغيرها اللي داخل الدولة المصرية أكبر بكتير جدا من تصورات البعض هذا الهيكل محتاج قاعدة نظر ويمكن من أحد الحاجات المهمة اللي احنا هنقدمها الملف في الحوار الوطن هو ملف الإصلاح الهيكلي يعني ليه مصر فيها هيئة تنشيط سياحة وهيئة تنمية سياحة وليه مش هيئة واحدة ليه مصر فيها مركز تعليم الكبار بسرسل ليان وجهاز محول أمية وتعليم الكبار وبالتالي احنا عندنا وجهة نظر بتقول أنه جزء كبير جدا من الإصلاح هو تطوير الجهاز الإداري للدولة واعادة الهيكلة ودمج المؤسسات اللي ممكن بتعمل وجهة نظر متشابه ما اعتقدش أنه في حد مننا من مجلس النواب أو من المواطنين بيدخل فيه نوعين من مصالح الحكومية بتدخله بتدخل مصالح حكومية تلاقي خمسين موظف ومعندهمش شغل وتروح مصالح حكومية تانية تلاقي ألفين مواطن وفيه تلات موظفين بس المشهدين دول موجودين واحنا وجهت نظرنا أنه من المهم جدا عشان نحل ده هو الإصلاح الهيكلي ده والدمج الهيكلي اللي هيسمح لك بأنك تعيد توزيع موظفين الدولة وترفع كفاءة الهيئات دي بالشكل اللي ما حصلش فيه تعرض زي ما بنسمع المصنعين يقول لك أنا بروح للتنمية الصناعية وبروح للجهاز المشفعات وبروح للمحليات تعدد جهات الولاية في عدد كبير جدا من ملفات عمل لك مشاكل كبيرة أنا متفاهم أنه الروتين مهم لأنه الروتين له إيجابيات بش كله سلبي لكن في الآخر أنت النهاردة إذا بتتكلم في عالم جديد عالم ما بعده كورونا هو عالم مختلف تماما عن ما قبل فأنت محتاج أنك يبقى عندك ما يمكن أن نصطلح عليه بفكرة القدرة على السير بشكل مختلف أنك تبقى غزالة في طريقة سيرك مش فيل بيتحرك بصعوبة وبالتالي ده بيتطلب في وجهة نظرنا رؤية مختلفة دي ملف الإصلاح الهيكلي لحجم التعارض اللي ما بين عدد من القوانين وعدد من الهيئات وعدد من المواد اللي ترقمت على مدار سنوات ومحتاج ناقع عدد النظر فيها محتاج بيئة استثمار جاذبة بيئة بتقول لي المستثمر اللي برا أنت مش جاي عشان يعني يتخذ منك فلوس أنت جاي هنا عشان تكسب وعشان تكسب البلد لكن بالشكل الواضح جدا اللي يعني دايما بيقول لحراتك على مثال كده أي مشروع في حاجة اسمها التكلفة مباشرة وتكلفة غير مباشرة أنا مشكلة دايما المستثمر في مصر مش في التكلفة المباشرة مش في أنه هيدفع 14% قيمة مضافة آه بالزبط هو الغير مباشرة هي لدايما المشكلة طبعا لأنه ما يعرفهاش بالزبط وبالتالي أنا في رأيي أنه المهمة جدا للحكمة تبص هي التكلفة الغير مباشرة دي هي المنافذ التي يجب أن تقفل عشان تقل عشان الناس تبتيدي تشعر بأنه هناك اطمئنان وأنه الدنيا أفضل بصراحة فيه خطوات جديدة بس عشان تقل من حيث الكم المبلغ بس أنا كمستثمر عايز أعرف أنا المشكلة أن أنا بتفاجئ ده طالع فيه كذا معقولة دي المشكلة بالزبط هو ده بالزبط اللي بيعمل مشكلة كبيرة وبيعمل حالة من أعدام الساقة أنا النهاردة مثلا كنت سعيد بأنه الهيئة قلنات السويس الهيئة الاقتصادية وكانت تطرح المشروع بالكامل وحجم الأراضي بصراحة أنا كنت ببسوط جدا بالعرض اللي موجود النهاردة وده بيحطنا أمام تحديات أنت عندك موقع فريط عندك إمكانيات عندك أفول في أسواق الحرب زي ما لها مساوئ لها مميزات أنت النهاردة العلاقة مثلا روسيا النهاردة أوروبا والأمريكا مش عايزة تاخد غاز زي الأول وبالتالي أنت بديل فأنت عندك فرصة في دي لكن في نفس الوقت عندك تهديد من ناحية سلاسل الإمداد وغيرها وبالتالي أنت محتاج أن أنت تبدأ تبص الموضوع بشكل مختلف يخاطب المستقبل يخاطب العقل يخاطب التكنولوجيا اللي جاية وحجم التطور الرهيب جدا وإزاي أنك تبقى دولة حاضنة لهذه التكنولوجيا بمختلف تطورات عندنا ملف السياحة يجب إعادة النظر فيه لأنه مصدر حالي وآني وسريع للنجد الأجنبي ده مصنع قائم بالزبط ملف السينما ده مصنع قائم قادر أنه يجيب لك على طول فلوس في أسرع وقت وبالتالي أنت محتاج تبص على أنا على المستوى دلوقتي أعمل إيه على المستوى متوسط هعمل إيه على المستوى الطويل هعمل إيه بالشكل اللي يبتدي يغير في بنية الاقتصاد ويبتدي أنه الأصل في الاقتصاد هو أنه المواطن يشعر بصمار التنمية طول ما المواطن لا يشعر بصمار التنمية يبقى أنت كحكومة بش قادر أنك توصله بالشكل اللازي يجب أن تصل ليه ممكن تبقى عامل أداءات جيدة جدا على مستوى المؤشرات لكن طول ما المواطن بش حاسس يبقى عندك مشكلة الدولة بزلت مجهود جيد جدا خلال السنوات الأخيرة في بنية أساسية وبنية تحتية غير مسبوقة لكن الآن يجب على الحكومة أن تفكر إزاي أنه المواطن يشعر بشكل واضح جدا لحق الده عليه وده مش هيحصل إلا بتدوير عاجلة الاقتصاد ومعدل دوران النقود يزيد في المجتمع وده مش هيحصل إلا ببيئة استثمار مختلفة وجاذبة